أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم اليومي نهار تراندينج ودائما أبرز ما يدور بمنصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات وكالعادة مشاهدين أو البداية بشاب عبد الرحمن كرويشة دراج محترف من ولاية وهران قرر الترويج للسيحة في الجزائر عامة وهران خاصة بطريقة مبتكرة ومميزة عتاد بسيط ودراجة هوائية كان كافياني ليبدع عبد الرحمن في إنتاج فيديو ترويجي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعالمي عبد الرحمن جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكل من شاهد الفيديو يحظى بجولة من نوع خاص في مدينة وهران طبعا بلمساته ورؤيته مرويجا لأماكن تفيد بتاريخ الماضي وتورده مشاهدين التعليقات بخصوص هذا الفيديو الجميل حسان كتب الله يبارك عالمي في القمة من حيث التصوير من حيث الفكرة من حيث مهارة السائق وجمال الطريق طبعا الله يبارك عشرة على عشرة أم محمد وائل كتبت ما شاء الله وهران الحبيبة بكل شوارحة في القلب دائما التصوير والإنتاج طبعا تعليق عالي الذي كتب والله غير قمة أنا شخصيا عجبني بزاف سواء الفكرة أو التصوير الاحترافي وحتى الدراج إن شاء الله التوفيق والاستمرارية على بالي باللي تعبت بشتورت الفيديو ربي عاونك تعليق آخر ورأي سلاح الدين الذي كتب الله يبارك خدمة صح شابة من بداية إلى نهاية فيديو أصوات وزاوية تصوير وفكرة الفيديو وإن شاء الله نزيد ونشوف أعمال مثل هذه مليئة بالأدرينانين تعليق عبدو الذي كتب خدمة نقية بزاف بزاف والله لأول مرة نشوف حاجة شابة طلع المورال ربي وفقك أوليد بلادي ونتمنى لك الكثير من التألق مشاهدينا كانت هذه أبرز التعليقات أو طبعا تعليق إبراهيم الذي كتب ما شاء الله روعة من ناحية المنظر والفكرة والترويج للساحة أنت فعلا في المستوى مزيد من التألق بعد مدة لازم تغيير تعليق آخر أو آخر تعليق من إبراهيم والآن ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الثاني المدرب الصغير وإلى قصة أريون مخاري شاب لم يتجاوز الحادي عشر من عمره صنع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي فبالرغم من صغر سنه إلا أنه اشتغل في منصب مدير فني لفريق تحت الحادي عشر والخامس عشر سنة سابقا واليوم أصبح مكلف بتدريب فرق تحت السابع عشر أو التاسع عشر سنة في أكاديمية أرمز التي يقع مقرها في جنوب إفريقيا صور وفيديوهات كثيرة انتشرت منذ فترة وشودة في مقاطع الفيديو وهو يدرب اللعبين من عمر والده خلال بطولات محلية وهذا ما أدى إلى انتشار اسمه وشهرته طبعا لا حدود ليش هذا المدرب الصغير حسب ما تم تدوله فقد صرح المدرب الصغير في إحدى الفيديوهات وقال لقد بدأت التدريبة عندما كنت في الخامسة من عمري وأريد أن أجد نفسي مستقبلاً مدرباً في الدوري الجنوب الإفريقية الممتاز لأنني عندما أكون هنا سأكون قادر على مساعدة عائلتي بالمال الذي سأحصل عليه أود أن ندرب أكبر الفرق في بلادي وأرغى في الحصول على مؤهلات أكبر للتدريب وأيضاً للإردارة والوصول إلى مستوى كبير بعد ذلك في طريقة فهم اللعبة وكرة القدم إذن مشاهدين رواد مواقع التواصل الاجتماعي طبعاً لم يفوتوا فرصة التعليق أرسلنا لكم تفاعلاتهم جنات الفردوس التي كتبت عندما تبدأ الموهبة السمراء وتفرد نفسها بين الكبار حقاً أمر يثير الدهشة لكن الخبرة هي من تصنع الفارق تعليق آخر كتب يا عمري على رجل تعصح المسئولية ابن الرجال والظروف تقوي ما شاء الله تعليق آخر يقول حينما يكون الرجل المناسب في المكان المناسب تعليق عبد الذي كتب الشخصية القوية تصنع الرجال ومحمد الذي كتب إفريقيا منبع المواهب إذن مشاهدين الكرام بهذا التعليق ننتقل بكم إلى الهاشتاغ الأخير ونختم عدد اليوم بصورة العلم الجزائري بالقسم صاحب أكثر من 1500 براءة اختراعاً حيث غزت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له اليوم ليس في قاعات المحاضرة ولكن هذه المرة في الوجه الرئيسية لبورسة وول ستريت وعنستك بنيويورك حيث شارك في افتتاح بورسة أخرى طبعاً صور تفاعل معها نشطاء العالم الافتراضي بشكل واسع وتم تداول هذه الصور اليوم ورسدنا لكم طبعاً التعليقات بخصوص هذه الصور فريد الذي كتب بهذه الشخصية المرموقة نفتخر به ما شاء الله عليك يا فخر الجزائر أعطى الله محمد الذي كتب هذا فخر الجزائر والعرب الله يبارك فيه وبالتوفيق إن شاء الله اللهم احفظه أمين يا رب العالمين تعليق فتح الذي كتب بالتوفيق إن شاء الله نحن نثق في شخصكم وفي رأسيتكم العلمي ونسع دائماً لدعمكم ودعم كل شباب الجزائر المتألق تعليق آخر كتبه ما شاء الله تبارك الرحمن فخر الجزائر والعرب والمسلمين جميعاً طبعاً قدوة ونموذج حي للعلم والعمل محير ربحي الذي كتب ربحي الذي كتب فخر الجزائر يبارك فيه ويحفظه ويوفقه أينما حل وارتح إذن مشاهدين عز الدين عمر الذي كتب شرف الجزائر وفخرها نتمنى لك كل التوفيق واسداد تعليق آخر من كلمة التي كتبت بصحة تعب وصل ونال يستهل ربي وفقه إذن مشاهدين كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الهاشتاغ الأخير والآن وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج أنا هارت راندينك شكراً لكم النهار منستكم الإشعارية اختر منستك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منستكم الإشعارية اختر منستك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منستكم الإشعارية اختر منستك لإعلان إشعارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر